بدورها أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمواصلة الجيش الإسرائيلي تحصين ممر نتساريم الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين وفي تقرير لها أوضحت الصحيفة الأمريكية أن عمليات التحصين هذه تكشف عن خطط إسرائيل لما بعد الحرب في القطاع والتي تتمثل في إعادة تشكيل وترسيخ التواجد العسكري الإسرائيلي هناك مشيرة إلى أن الممر يبلغ طوله أربعة أميال جنوبية مدينة غزة ويمتد من الحدود الإسرائيلية في شرقية القطاع حتى البحر المتوسط في الغرب